مساء الفل أو صباح الفل على حسب ما بتشوفوا الفيديو بتاعنا الفيديو بتاعنا النهاردة موجه لكل كليات القطاع الطب في مصر كلية الطب بشري طب أسنان صيدلة تمريد علوم بيطاري علاج طبيعي وكمان معاهد التمريد لو انت في أي كليات طبية يبقى الفيديو ده هيفيدك جدا النهاردة بإذن الله أول حلقة في كورس المصلحات الطبية برحب بيكم من كل قلبي في أول حلقة من كورس المصلحات الطبية طبعا يشرفني إنك تتابعني أنا زياد الحصري كنت كرياتر على يوتيوب تابعني على الانستجرام والبيجر رسميه بتاعتي على فيسبوك عشان تعرف موعيد بقية الحلقات من كورس المصلحات الطبية وكمان عشان بنزل الأسئلة هنحلها مع بعض إن شاء الله فيشرفني طبعا متابعات كلي يلا بينا من غير كلام كتير نشوف مع بعض أول حلقة في كورس المصلحات الطبية حلقة خفيفة كده فيلا بينا مع بعض برحب بيكم من تاني في الحلقة الأولى من كورس المصلحات الطبية الكورس الموجه لكل طلاب المجال الطب في مصر كلنا كده أسرة مع بعضين الحلقة بتاعت النهاردة بسيطة جدا وسهلة بقول لكم ايه أنا مش بيحب كلامك كتير يلا بينا مع بعض كده نشوف يعني ايه مصطلحات طبية مصطلحات طبية معناها أو لو سمعت الاتنين دول أعرف ان يوصلت بيها مصطلحات طبية طب يا ترى المصطلحات الطبية دي هتفيدني في ايه بكل بساطة المصطلحات الطبية دي أساس دراستك في الكلاية بتاعتك هزيم تكون متأسس فيها كواس جدا عشان تقدر ان شاء الله تيمشي في الكلاية بتاعتكم مع بعض بإذن الله هيتمشى ونعمل كل حاجة اي كلمة في الطب عندنا ليها مصدر وليها اساس طيب بعيدا عن الطب كده لو انا جيت كتبت كلمة معناها ايه كلمة معناها يقبل او موافق طيب يا ترى لو انا حطيت قبلها كلمة وبعدها كلمة بقيت كلمة دي معناها ايه بقى معناها غير مقبول كان عندنا كلمة واحدة ضيفنا لها حاجتين بقت كلمة تلتة خالص حطينا كلمة دي بمعنى غير او معنى نفي كلمة معناها قادر كلها على بعض بقت غير مقبول يبقى كان عندنا كلمة اساسية طلع لمنها مشتقات كتير جدا زي ما ظهر قدامنا على الشاشة يلا بينا نرجع للطب شايفيني الكلمة اللي قدامنا دي مكتوب قدامنا طيب لو انا جيت قلت لك مسلا انت ليه كده او انت ليه النهاردة معنا كلمة معناها مضغوط او معناها متوتر شوية يبقى كلمة في الطب عندنا معناها الضغط كلمة معناها ضغط طيب لو انا جيت قلت لك انت مالك كده النهاردة ومهايبر كده ليه? يعني ايه كلمة لو قلت لك انت يعني حاجة في العالي يبقى كلمة معناها حاجة عالية او حاجة مرتفعة لو انا جيبناك كلمتين مع بعض هيقور لنا كلمة اسمها معناها الضغط عالي او ضغط مرتفع. اي حاجة عندنا في الطب لو فيها كلمة اعرف كلا تلقائي من نفسك ان في ارتفاع في الحاجة دي. وطبيعي جدا طلما في ارتفاع يبقى اكيد في انخفاض. وعكس كلمة عندنا كلمة اسمها يبقى زي ما قلنا ضغط مرتفع عكسها ضغط منخفض. ويبقى خدها قاعدة في حياتك في مجال الطب. اي حاجة فيها كلمة اعرف ان فيها ارتفاع. واي حاجة فيها كلمة اعرف ان فيها انخفاض. زي ما احنا عارفين ان جسم الانسان مليان حاجات اسمها او معادن. المعادلة في جسم الانسان فيها كالسيوم وسوديوم هو بوتاسيوم. طيب نيجي كده عند انصر الكالسيوم. لو نسبة الكالسيوم زالت في جسم الانسان هيكون اسمها ايه? ايوة كده اقول معي يكون اسمها هيبر كالسيميا. طيب لو الكالسيوم قال هيكون اسمها ايه? هيكون اسمها هيبو كالسيميا. ارجع كده بالزمن لاحياء سنوية عامة انت اكيد عارف ودرست هرمون الفيروكسين بيطلع من غضة الدراقية. واكيد عارف اما بيزيد بيحصل ايه? واما بيقل ايه اللي بيحصل? طب يا ترى هرمون الفيروكسين لو زاد عندنا بالانجلش بيكون اسمه ايه? هرمون الفيروكسين بالانجلش اسمه فيرويد هرمون. يبقى لو زاد هيكون اسمه بحط في الاخر مقطع اسمه لكن لو قال هيكون اسمها ويسبع على كده اي حاجة عندها لو زادت بحط هايبر ولو قالت بحط هايبو ده كده القانون انت ماشي عليه. لو انت اهلاوي يبقى احلى مساء عليك. اللي انت شايفه قدامك ده. ده بتاع الناد الاهلي. لو انت زي ملكاوي برضو زي انت بتفرج بس انت على ادماغي مفيش مشكلة. هل في المطش ممكن تشوف اتنين لابسين زي مختلفة عن بعض? لأ طبعا. بقى ده اسمه يعني زي موحد. كلمة معناها حاجة احدية او حاجة موحدة. هل سمعت قبل كده عن حاجة اسمها الشفة الارنبية ايضا بالزبط دي اللي قدامك. دي حالة اسمها لو انت شفت الصورة وركزت في كلامي هتلاقيني قلت يعني شفة ارنبية او على جانب واحد او احدية زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا. لو انت ركزت شوية في نطق كلمة هتعرف ان كلمة قريبة جدا من بالانجلش ومن بالفرنسوي. يبقى اكيد خلاص كلمة معناها احادي او على جانب واحد. زي ما احنا شايفين الصورة اللي قدامنا كده دي حاجة اسمها عضلة البيسيبس. الناس اللي بتروح الجم اكيد عارفة ان في حاجة اسمها عضلة وعضلة اللي سموها باي باي سيبس معناها عضلة سنائية الرأس. يبقى نفهم من كده ان عضلة عضلة لها راسين. نفس الكلام عضلة لها تلات رؤوس. كمان من الانجلش كلمة قريبة جدا من كلمة بالفرنسوي قريبة جدا من كلمة يبقى عضلة سلاسية. يبقى كلمة معناها احادي سنائي او معناها سلاسي. حد يدر يا شخاص للحال اللي قدامنا دي? ايوة قولت معايا. انا قلت ليه? لان الشفة الايرنابية هنا على الجزئين او على الجنبين. على عكس الصورة الاولانية كان اسمها كانت احدية. لكن دي سنائية يبقى اسمها بايلاترال. اعتقد كده عرفنا الفرق ما بين يوني ولاترال وبايلاترال. وبكده نكون خلصنا اول حلقة من كورس المصلحات الطبية. انا عني طلب معلش. ياريت جدا تعمل الفورة على انستجرام. ولايك على البيتجر رسمية بتاعتها على الفيسبوك. عشان تتعبقى اخبار الفيديوهات وتعرف موعيد الحلقات هتنزل امتى? مش كده وبس بنزل امتحانات بستمرار على الحلقات اللي بنزلها. بقولوك ايه? اول حلقة من كورس المصلحات الطبية خلصت. حلقة بسيطة كده وخفيفة. اتكلمنا فيها عن بعض الاساسيات. يا رب تكون استفدتم من الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبتك حلقة النهاردة ما تنساش اهم حاجة تعمل لايك الفيديو ده وتشارك في القناة. وكمان تعمل الفورة على انستجرام عشان تتابع اخبار الحلقات وتعرف الموعيد حينزل امتى? مش كده وبس. وكمان تعمل الفورة على البيتجر رسمية بتاعتها على الفيسبوك. عشان بنزل اسئلة وامتحنات على الحلقات اللي احنا بنزلها. وكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص لو انت استفدت لاخر مرة ابعت الفيديو ده لأي حد من صحبك في ايه كلية طبية هيفيديوك جدا مش هتطول عليك كان معكم اخوكم طبعا زياد الحصري وشكرا